هذا وقد أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الوصول إلى اتفاق مع مصر بتكلفة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهر وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إيفان هولر خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يأتي من أجل تمويل الموازنات المصرية ومواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي ومن ضمنها أزمة الحرب الأوكرانية ومن أجل أن يكون هناك دعم لمشاركة القطاع الخاص اشتركوا في القناة